نتيجة عدم قدرتها على توفير المشتقات النفطية والمتطلبات الأساسية للمدنيين والمؤسسات بمناطق سيطرتها أعلنت الحكومة السورية عن قرار يقضي بتعطيل جميع مؤسساتها ودوائرها لمدة تسعة أيام وذلك في ظل تعرض تلك المؤسسات للانهيار جراء استشراء الفساد الذي ينخر بنية تلك المؤسسات وبحسب مصادر مطلعة من العاصمة السورية دمشق فأن الموظفين بالمؤسسات الحكومية باتوا يداومون يوماً واحداً بالأسبوع ما عدى الموظفين الذين تمكنهم طبيعة عملهم استغلال وظائفهم لجني المال غير القانوني وتقادي رشاً مالية بسبب المرتب الشهري الذي لا يكفيهم أكثر من ثلاثة أيام محللون موالون للحكومة تهموا الدولة بترسيخ الفساد الإداري بسبب عجزها عن المحاسبة مؤكدين أن نسب الفساد أعلى بشكل كبير عما كانت عليه قبل الأزمة وبحسب هؤلاء فإن من لا يدفع المال لن يتمكن من الحصول على الخدمة التي يريدها من الدوائر الجسمية ويرى مراقبون أن الحكومة تؤمن المناخ المناسب للفساد حيث أصبح طلب الرشا يتم بشكل علني في الدوائر الحكومية إلى جانب فساد المسؤولين واستقوائهم بمناصبهم ما يعتبر تشريعاً رسمياً للرشا أما غياب المراقبة في الأسواق فيزيد بدوره من بيئة الفساد ورفع الأسعار والتزوير ترجمة نانسي قنقر